الخبير العسكرية والاستراتيجية العميد عياد الطوفان مرحبا بك سيادة العميد معنا في ستوديو الحصاد إذن التطورات لا تزال جارية على المشهد لبناني لكن بعد مقتل الأمير العام لحزب الله حسن نصر الله بغارة إسرائيلية في الجنوب اللبناني هل هذا الحدث المفصلي ينذر اليوم بتحولات جذرية في المشهد السياسي والأمني وبالعسكري وبالتالي لربما إعادة تشكيل أو خارطة التحالفات وحتى الصراعات الإقليمية تحية طيبة لكم واتحية لمشاهد قناتكم الكرام ما تحددت به بانت أول عملياته عندما سيطرت حزب الكتائب على مطار بيروت الدولي الذي كانت تسيطر عليه بشكل تام حزب الله اللبناني الأمور ستتغير كثيرا لسبب بسيط واحد بأن السيد حسن نصر الله ليس بالأمكان تعويضه بسهولة حتى القيادات التي تم اغتيالهم قبله كانت تعويضهم نادرا جدا ولم يكونوا بمستوى هولا سيد حسن نصر الله أكثر من 32 سنة هو أمين عام لهذا الحزب الذي فيه خمس مجالس لكن المجالس الرئيسية الثلاثة هو مجلس الشورى الذي يرأسه سيد حسن نصر الله يتبع هذا المجلس مجلسين مهمين أكثر هو مجلس الجهادي والذي قضوا بضربة هذا اليوم وقبل يومين جميع أعضائه من قيادات الخطة الأول وكذلك المجلس التنفيذي الذي دائما يرأسه أحدا مقرب من حسن نصر الله سواء بالقربة العائلية النسب أو بالقربة النظالية كما يقال ستتغير صورة لبنان كاملة خصوصا مع إسرار إسرائيلي مستمر على شن الغارات واستمرارها وآخرها الغارة قبل ساعتين التي قتلت ثلاثة من جماعة حزب الله هذا الوضع سيغير مع إسرار الإسرائيليين على الهجمات سيغير من وضع الحزب بشكل عام وقوة على الساحة والطرار حتى منضة أمل والباقين إلى سلق طرق سلمية لإنهاء العزلة اللبنانية باختيار رئيس جمهورية أو بالتوافق على كثير من الأمور سيد حسن نصر الله كان الركن الأساسي في عدم التوافق في هذا لأن له النظرة كثيرة تختلف عن الباقين كانت من أعمالها هي ما جرى في 2008 في آذار عندما احتلت لبنان جميعها من قبل أنصار حزب الله الحزب فقد كثيرا استمرار الغارات الإسرائيلية وهذا ما توقعه لأنهم يريدون القضاء على كل الترسان الصاروخية وخصوصا الباليستية التي يمتلكها حزب الله لأنها تؤثر وكما جرت الغارات البارحة التي نجحت في تدمير الصواريخ البحرية التي يملكها حزب الله كما هناك نقطة مهمة الخرق الأمني الكبير الذي يعاني منه حزب الله هذا يعني يعجل من كثير من الأمور يعني حتى أنا قلتها من قناتكم وباقي القناة يعني أضرب مثلا إبراهيم عقيل إبراهيم عقيل آخر صورة له بعام 1983 أي بصمة الصوت أو بصمة للوجه غير موجودة له صورته بال83 أما نشره بالتعزية حزب الله هناك فرق جسيم وكبير جدا وحتى عند عملية اغتياله ولم يأتي إلى المقر الذي قتل فيه سيرا على الأقدام ولم يأتي بسيارة بل أتى متخفيا بأنفاق حتى وصله قائد بهذا المستوى العالي بهذه التدابير الأمنية الكبيرة هل من المعقول أن يوشي به شخصا بسيط أبدا إلا واوي من الخط الأول بعد الترحيب بك تدحرجت الأمور بسرعة بدأت باغتيالات قادة من الصف الأول فؤاد شكر إبراهيم عقيل محاولة كاركي الذي نجى في بداية الأمر ومن ثم اغتياله وتختتم بالأمين العام لحزب الله يعني ما هي هذا الخرق أو هذه الثغرة أكان ربما عاملا بشريا أم العامل التقني ربما هو الأقرب أم الإسرائيليين يمتلكون الحالتين يمتلكون العامل التقني وهذا وارد جدا خصوصا أنهم في شهر شباط فبراير هذا العام أطلقوا قمر صناعي وهذه الإمكانية لا تمتلكها إلا إسرائيل اسم القمر أفق ثلاثة من ميزات هذا القمر يعمل على بصمة الوجه والصوت يعني إذا كنت باجتماع تتكلم يكون لديهم إذا بهاتف موبايل يكون لديهم سواء كان الهاتف أرضي أو موبايل حتى أنهم قبل ثلاثة أيام أو أربعة أرسلوا رسائل يطلبون من الجميع الإخلاء تجاوزت ستة ألف ستين ألف رسالة من ضمنها وصلت على الهاتف الأرضي لوزير الإعلام وطلبوا منه مغادرة مكانه مع العلم مقر وزارة الإعلام اللبنانية في منطقة الحمرة التي تعتبر قلب بيروت على كل الأصعدة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياحية أو الرسمية هذا من الجانب التقني من الجانب الأرضي أنا واثق جدا بأنها تحديد الأماكن في الوقت والمكان سواء في العجلة أو في المكان العقدة الحاكمة فيه هو تثبيت الهدف بالمكان والوقت ولهذا يتم الإجراء عليه لدرجة أن بعضهم اصطادوهم على وهم يركبون الدراجة البخارية ناهيك عن أن إسرائيل الآن من ناحية ساحة العمليات سيطرت بشكل كبير جدا كيف؟ الآن قاطع الضاحية كتاما ما عدا الضاحية الجنوبية خالي تماما من البشر وعليه إسرائيل ستتعامل مع هذه المنطقة كل شيء متحرك في هذه المنطقة سواء بشر حجر حيوان أو جماد أو أي شيء متحرك هو هدف وتستطيع استياده لأن هذه الحرب لإسرائيل أصبحت حرب من ناحية مهمة الناحية الأولى بأنه لا بد من القضاء على تنظيم حزب الله وإنهاء قدراته تامة النقطة الثالثة حرب مكلفة ستستمر بها الغارة الوحدة سيدي تكلف ما يعادل ثلاثة مليون دولار أما الطائرات التي نفذت الضربة الأخيرة التي قتل بها السيد حسن نصر الله فهذه قصة أخرى خصوصاً إنها وأتوقع وأجزم بأنهم استخدموا قنابل تسمى جي بيو 139 هذه القنابل خصصت لهكذا أعماق وأيضاً خصصت لضرب المفاعل النووي الإيراني في نطنز هذه تصل إلى أعماق كبيرة جداً عملية انفجارها في الداخل يعمل تدمير هائل كبير جداً هي مخصصة للأماكن شديدة في التحصيل لدرجة أنها ممكن أن تحدث زلزال 3.7 على مقياس رختر من 8 داخل اشتركوا في القناة